أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبوونها عوجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرش قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا قال موسى لقومه اذكرون يا متى الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يشومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذا تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إنا عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يهتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسغيه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أذل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيس وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها جلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تعتي أكلها كل حين بإذن ربها ويذرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة حبيثة كشجرة حبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبعس القرار وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله قل تمتعوا فإنعى مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لذوم كفار وإذا قال إبراه وربي وربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أظلم كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرين عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لأنهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبى لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميه الدعاء ربي جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أخبر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتدوا إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتي العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مثرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومي المقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا بي وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب سدق الله العظيم